موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعنوين رئيس مؤسسة المعارضة ينتقد أسلوب إدارة القمة ويثمن نجاح موريتانيا في تنميمها موسيقى مجلس الوزراء الموريتاني يعقد أول اجتماع له بعد اختتام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين المنظمة بنواكشور موسيقى أزيد من ألفين تلميذ يشاركون في الدورة الثانية لامتحانات البكالوريا بموريتانيا موزعين على ستة عشر مركزا موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة قال رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن والمحمد أن قمة الجامعة العربية لم تستشار فيها مؤسسة المعارضة ولم تدع لها أيضا منتقدا أن أسلوب إدارة ملف القمة بصورة انفرادية تمثل اختيار توقيت سيء وعاتي مدى أسلوب صفقات التراضي لجانب الأول رغم أن في المؤسسة كان يفترض أن نشاول فيها وأكيد أنه كان من البغة رأينا لا يقول عنها ما دام تعتذرت عنها دولة صديقة أن نعطانا من الوقت الذي نظموها تعود صفقاتها وتعود موسمها ما هو موسم الأمطاء وتعود تعبر عنها الموريتاني كامل معارضتهم ومجتمعهم المدني وحكومتهم لكن ما نقبل رأينا فيها وأكثر من ذلك ما تم استدعاءنا لها ورغم ذلك نعتبر عن الحكومة نشحت في جانبها الأمني تأمين الضيوف وعنها أيضا قامت بجهود معتبرات في التحضير اللوجستي لدينا عندنا عليها ملاحوات ما نطفل فيها وأثنى والمحمد على جوانب التحضير والتنظيم في وقت قصير واتبرا أن مخرجات القمة لم يكن تمت من يعلق عليها أملا أو ينتظر منها أن تكون داتشان لفشل النظام الرسمي العربي منذ عقود نتائج هذه القمة ما هي نتائج ما ظهر لعنفهم حد من داعينها عدلة نتائج ذات بال وهذا ما هو مسؤولية موريتاني هي مسئلة النظام العربي اللي له شيء عاجز ومقصب في مسؤوليته وهموم شعوبه وهموم المواطنين ما هم عدل فيه شيء وبالتالي أصبحت هذه القمم كانت في الماضي فيها لاءات وفيها قرارات فيها بعد شجب وإدانة واليوم للأسف نزلت عن ذاك المستوى وعادت فيها بعض الإشارات وهذا التعطي الجامعة العربية ما عادوا رؤساءها منتخبين طريقة شفافية وأولوياتهم هي أولويات المواطن وآلية التخالي القرار فيها ما هي الإجمع نعرف عن ذا ما لا يخلق فيه بدأت في موريتانيا امتحانات الدورة التكملية لشهادة البكالوريا بمشاركة 2852 تلميذا موزعين على 16 مركزا ثلاثة منها في العاصمة وكشوت ومن بين المشاركين في الدورة الثانية للبكالوريا 1021 تلميذا على مستوى شعبة العلوم الطبيعية فيما يتوزع الباقي على شعبة الرياضيات والأداب العصرية والأصلية عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعية بالقصر الرئاسي في نوكشوت أياما بعد اختتام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين التي احتضنتها موريتانيا للمرة الأولى ويتوقع أن يحتل التعليق على القمة العربية التي نظمت في نوكشوت جزءا كبيرا من أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الموريتانية أصدرت بعض الأحزاب السياسية الموريتانية بيانات تشيد فيها باحتضان موريتانيا القمة العربية السابعة والعشرين وبترأسها مجلس الجامعة العربية وقال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من تولي الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز لرياضة مجلس الجامعة العربية سيشكل إضافة وصفها بالنوعية للعمل العربي المشترك كما يسهم في إيجاد حلول للقضايا المطروحة على الساحة العربية نتاب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يقول في بيان صادر عنه إن تولي الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز لرئاسة مجلس الجامعة العربية سيشكل إضافة وصفها بالنوعية للعمل العربي المشترك كما سيزهم في إيجاد حلول للقضايا المطروحة على الساحة العربية وأشهد الاتحاد من أجل الجمهورية في البيان الصادر عنه بالإيجابية الكبيرة التي قال إن الشعب الموريتاني ومناطلية الحزب تعاطوا بها مع القمة العربية التي احتضنتها نواكشوت يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري غير بعيد من ذلك رحب حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام بترأس موريتانيا مجلس الجامعة العربية داعيا الرئيس محمد العبد العزيز إلى السهر على تطبيق مضامين إعلان واكشوت الصادر في ختام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين وطالب الحزب في بيان صادر عنه قادة البلدان العربية بتجاوز الخلافات البينية والسعي إلى خلق تكامل حقيقي يفتح الباب أمام المصالحة وينهي الحروب الدائرة في بعض الدول وكانت عدد من أحزاب المعارضة الموريتانية قد رحبت بالقمة العربية التي احتضنتها العاصمة نواكشوت وبعث المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يوما قبل عقد القمة برسالة إلى القادة العرب دعا فيها إلى جعل قمة نواكشوت قمة أمل حقيقية وأن تكون على مستوى تطلعات الشعوب التي قال إنها فقدت الأمل في القرارات التي تتكرر من قمة لأخرى دون أن تتبع بأي فعل وقد خرج إعلان قمة نواكشوت بجملة من النقاط وتعهد الرئيس محمد العبد العزيز بمتابعة تنفيذها سبيلا إلى تجاوز التحديات المشتركة والعديدة التي تواجه بلدان المنطقة العربية عبرت بعض التيارات العربية في بيانات صادرة عنها عن خيبة أملها بشان البيان الختامي الصادر عن القمة العربية السابعة والعشرين المنظمة للمرة الأولى بموريتانيا قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن البيانة الختامية يعكس حال الجامعة العربية التي قالت إنها فقدت ثقة الشعوب التفاصيل نتابعها في هذا التقرير علقت العديد من التيارات في العالم العربي على البيانة الختامي للقمة العربية في نواكشوت معبرة عن خيبة أملها في القادة العرب وما تمخض عن قمته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وصبت في بيان لها البيانة الختامية بأنه لا يعد عن كونه صورة كربونية لقرارات القمم العربية في سنوات الأخيرة ويعكس حال الجامعة العربية التي فقدت ذقة الشعوب العربية في أن تصدر عنها قرارات جادة تعبر عن تطلعاتها واعتبرت الجفة أنه لا فائدة مرجوة من مؤتمرات القمم العربية طالما أنها فقدت مصداقيتها ودورها المفترضة ولطالما باتت الأنظمة العربية التابعة والأكثر تأثيرا قادرة على التحكم والتقرير بنتاجها القمم استصدار قرارات منها ومن جامعات الدول العربية لحساب أجنداتها الخاصة وعبرت الجفة عن رفضها لما جاء في البيان الختامي من دعم الجهود الفرنسية داعية لعقد مؤتمر دولي للسلام مؤكدة أن هذه الجهود لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني من جهة أخرى صدرت مواقف عن نشاطاء القضية الأحوازية في الجنوب الإيراني تنتقد تجاهل الجامعة العربية طرح قضية احتلال إيران لإقليم الأحواز خلال أعمال القمة العربية بنواكشوت ونوه النشاطاء الأحوازيون بانتقاد ونبي سياسة إيران تجاه الدول العربية وخاصة دول الجوار العربي وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا أكدت فيه على أن القمة كان عليها أن تعرف الكيان الصهيونية بأنه الإرهاب الرئيسي في المنطقة وأن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة شرعية يجب دعمها والوقوف معها بدلا من الخلط بين المقاومة والإرهاب وقالت إعطاء الغطاء لمبادرات سياسية منحازة كوريا للاحتلال أمر مرفوض معبرة على رفضها للمبادرة الفرنسية التي تبنت القمة دعا سجناء السلفيون في بيان صادر عنهم السلطات الموريتانية إلى فتح نسخة جديدة من الحوار معهم تكون استمرارا للتجربة السابقة التي تمخضت عن إطلاق سراح عدد منهم طالب السجناء السلفيون الموقعون للبيان عددهم 28 بوضع الأسس الكفيلة بإنجاح الحوار معهم وضمان تنفيذ توصياته تفاصيل فنتابعها ضمن هذا التقرير سجناء التيار السلفي بموريتانيا يطالبون في رسالة جديدة بعثوا بها إلى الحكومة الموريتانية بإكمال مسيرة الحوار الذي سبق وأن أجري مع عدد منهم وأطلق على إثره سراح بعضهم وقالت الرسالة الموقعة من طرف 28 سلفيا إن الحوار توقف رغم أن تجربته الماضية لم تسجل نتائج السلبية سواء من طرف السجناء الذين استفادوا منه أو من غيرهم ويحتج أهالي السجناء السلفيين من حين لآخر بالعاصمة نواكشوت مطالبين بإطلاق سراح ذويهم ومنحهم فرصة للحوار والنقاش كما حصل مع زملائهم في التجربة الماضية سبيلا إلى إطلاق سراحهم ورجوعهم عن الأفكار المتطرفة وتحظى تجربة موريتانيا بالحوار مع السجناء السلفيين السابقة بإشادة وتأييد من طرف الكثيرين وتقدمها البلاد ضمن مقاربتها الأمنية لمواجهة الإرهاب والتطرف وهي الاستراتيجية التي تقدمها موريتانيا باعتبارها مثالا في المنطقة لمواجهة التطرف والإرهاب على المستويين الأمني والفكري حيث تعتمد الصرامة الأمنية والحوار المنفتح أطلقت مجموعة نواكشوت الحضارية مهرجانا للتمور شاركت فيه عدد من تجمعات الواحات من مدينة أطار ويهدف المهرجان المنظم على هامش القمة العربية السابعة والعشرين التي احتضنتها العاصمة نواكشوت إلى إبراز جوانب من الموروث الثقافي الموريتاني معرض للتمور الموريتانية الأصيلة منظم من طرف مجموعة نواكشوت الحضارية بالتعاون مع بلدية الرشيد بولاية تقانت أنواع كثيرة من التمور استجلبها المسوقون من مختلف ولايات الوطن التي تضم واحات نخيل تعرض هنا في هذا المهرجان هذه المبادرة لمبادرة قيطنا نواكشوت سنوية مبادرة سنوية عدرتها بلدية الرشيد هي المجموعة الحضارية وإن شاء الله تم تعدل سنويا وفيها عرض المنتوج القيضن التمور الرطة ومنتجات نخيل كاملة فيها الأدوات التقليدية وليتعد شاء الله سنويا المهرجان نظم هذه السنة بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين للقمة العربية حيث حرص القيمون عليه على إبراز المنتوج الوطني من مادة التمور ومشتقاتها جاينا مشاركين على هامش القمة العربية مهرجان معدل في النواكشوت العرض تمور القيطن شاركنا من 24 واحة من واحات أدرار فيها قليل من 22 صنف من تمور الطازجة التي هي التقليع اخترنا نشاركوا بها في النواكشوت هنا تياها للناس اللي ما وتحت لها الفرصة لأنها تقيس موسم القيطن والتمور معالجة هنا تياها معلبة ومدير لها تيكاتات ومديرها فانبلاج ما يحاكي تمور الخارجية ولم تغي بالمنتوجات الأخرى وإن لم تكن مرتبطة بالتمور عن فعاليات المهرجان الذي عرف عروضا ذنية وأخرى في الكلورية إلى الشأن الفلسطيني حيث أفاد تقرير صادر عن منظمة بيتسليم اليهودية أن عدد المنازل الفلسطينية التي هدمت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من عام 2016 يفوق ما هدمت خلال عام كامل من الأعوام السابقة وحسب التقرير فإن عدد المنازل المهدم خلال النصف الأول من العام الجاري وصل 168 بينما وصل عدد المنازل المهدم خلال عام 2015 نتابع التفاصيل في هذا التقرير هدمت سلطات الاحتلال في النصف الأول من عام 2016 عددا كبيرا من المنازل في تجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية يفوق ما هدمته خلال عام كامل من أعوام العقد الماضي وذلك حسب معطيات أوردتها منظمة بيتسليم اليهودية وقال تقرير للمنظمة أنه منذ مطلع هذا العام وحتى نهاية شهر حزيران يونيو الماضي هدمت الإدارة المدنية الصهيونية 168 مسكنا وتركت 740 شخصا بلا مأوى من بينهم 384 قاسرا وفي بعض التجمعات هدمت الإدارة المدنية منازل مواطنين أكثر من مرة المعطيات لا تشمل مضاعفات التقرير أشار إلى أنه في العقد الماضي منذ عام 2006 هدمت قوة الاحتلال ما لا يقل عن 1113 مشكنا لفلسطينيين في الضفة الغربية وبسبب أعمال الهدم العدوانية هذه فقد ما لا يقل عن 5199 شخصا منازلهم بينهم 62212 قاصر على الأقل وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض على سكان تجمعات واقعة مستحيلا من خلال الهدم المتكرر للمنازل والتهديد المستمر بتدمير المباني الأخرى وانتهاكات أخرى لحقوقهم مؤكدا أن هذه السياسة التي تنتهجها حكومة العدو المطبقة في شكل منتظم لسنوات تشكل نقلا قصريا للسكان الفلسطينيين المحميين داخل المنطقة المحتلة وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وراء التقرير أن أعمال الهدم الواسعة التي تقوم بها قوات الاحتلال هي جزء من سياسته في المنطقة جيم والتي تغطي ما يقارب 60% من مساحة الضفة الغربية المرتفزة على مفهوم بموجبه خصوصة هذه المنطقة في المقام الأول لخدمة الاحتياجات الصهيونية يشار إلى أن منظمة بيتسليم ستعرض تقريرها اليوم الأربعاء في مؤتمر في الكنيسة الصهيوني سيتناول سياسة هدم المنازل في المنطقة جيم نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها رئيس مؤسسة المعارضة ينتقد أسلوب إدارة القمة ويثمن نجاح موريتانيا في تنظيمها مجلس الوزراء الموريتاني يعقد أول اجتماع له بعد اختتام أعمال القمة العربية السابعة والعشرين المنظمة بنوكشوت أزياد من ألفين تلميذ يشاركون في الدورة الثانية لامتحانات البكالوريا بموريتانيا موزعين على ستة عشر مركزاً يمكنكم مشاهدنا الكرام تباعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة التاسعة نشرة أخبارية مفصلة بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة